موسيقى كيف نميز النبي الكذاب أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة رح نتكلم عن هذا الموضوع الهام وبالتوقيت المناسب في هذه الأيام تعرفوا موضوع النبوة الكاذبة أو النبي الكذاب هي مشي جديد من بداية الخليقة ودايما بتشوف أشخاص المخادعين والمكارين واللي بيعملوا لحسابهم الخاص مش لمجد الله وهاي مشكلة منشوفها عبر العصور والأزمان مشكلة في العهد القديم سببت طبعا شعب إسرائيل وشعب يهوذة أن يروحوا للسبة بسبب القيادات الغير حكيمة والقيادات الغير روحية كانوا بدل ما أنه يتكلموا بكلام الله يعطوا وعود كاذبة أو مش صحيحة وبتشوف التحذرات في العهدين في العهد القديم داما بحذروا من الأنبياء الكذبة في العهد الجديد بتشوف يسوع بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول بولوس بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول يحنى بحذرنا الرسول بوتروس وهكذا يعني معظم الكتاب العهد الجديد بالوحي كانوا بيحذرون من الأنبياء الكذبة وكأن هذا ليس كافي حتى في آخر الأيام بيتكلم الكتاب المقدس في صف رؤية عن مجيء برضو كمان نبي كذاب قبل مجيء المسيح ثانية وشخص يسمى الأنتي كرايست أو ضد المسيح فموضوع مستمر لكن السؤال كيف فينا انميز النبوة الحقيقية وكيف فينا انميز النبي الحقيقي من النبي المخادع وهل في علامات اللي بتوضح أو بتدل على هذا الموضوع ابقوا معي سنتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية والحلقة بعنوان كيف نميز النبي الكذاب ومين ممكن يكون أكثر من شخص اللي هو ضليع متخصص رجل الله صديق أخ محبوب على قلبي جدا القس دكتور ثابت مجلي يجاوب على كل هذه التساؤلات قسيس ثابت أهلا وسهلا فيك قسيس نظار دايما الشرف لي أن أكون موجود معاك حادتك أخ عزيز جدا جدا على قلبي بشكر الله من أجل برامج الرائعة اللي حادتك بتقدمها والخدمة الممتدة في الميديا وفي الكرازة ربنا يباركك ويستخدمك شكرا جزيلا جسيس ربنا يباركك طبعا من المقدمة ومن الفكرة الرئيسية كيف نميز بس قبل ما نخوض في صلب ولب الموضوع حابب أسألك جسيس كيف نعرف النبي وكيف نعرف النبوة واحدة من الحياة اللي وحادتك بتتكلم عن فكرة النبي الكذاب وكيف نميز النبي الكذاب على طول جات في ذهني فكرة الإنسان كان بعيد كل البعد عن أي كذب وكان بعيد عن الكذاب وأبو كل كذاب طالما كان في شركة مع الله لما كان آدم وحوى في شركة مع الله قبل ما يدخل الكذاب عليهم كان الإنسان محمي من كل أنواع الكذب والخداء لكن بسقوط الإنسان أصبح وأنا خدت الكلام ده من المقدمة اللي حضرتها قلتها لما بتكلم عن أن يستمر النبي الكذاب في كل عصر وفي كل جيل وهيستمر حتى مجيء المسيح فعشان كده بداية وجود الكذاب وأبو كل كذاب هو الشيطان اللي خدع الإنسان بأكاذيبه في تعريفنا للنبي هنلاقي أولا مهم جدا جدا أن احنا نتكلم عن موضوع النبي لأن كثير من الديانات أساسها بيقوم على وجود شخص أو نبي أو أدعياء النبوة فده موجود في كل ديانة الشخص يأما بيحمل رسالة الله الحقية وده النبي الحقيقي أو الشخص يدعي أنه يحمل رسالة من الله ففي الشخص الحقيقي وفي الشخص وفي الأدعياء أو هم وكلاء الله على الأرض وكثير من الناس تم خداعهم بنبوات كثيرة أو بتعاليم مضللة وبتعاليم مضلة عشان كده مهم جدا جدا أن احنا نعرف النبي كان غرض الناس دي وعشان كده أنا بتكلم كمان للمشاهدين لأن الأيام دي جسيس نظار أصبحت التقوى تجارة الكتابة المقدس حذرنا من أن تكون التقوى تجارة لكن في ناس النهاردة بيستخدموا التقوى كتجارة يتجروا بالدين فكان فيه أنبياء بيتجروا بالدين كانوا بيكسبوا مكاسب معينة من نبواتهم وتنبؤاتهم عشان كده لازم نحذر من الذين يغدعون الناس بنبوات كذبة وصاروا وراء أنبياء كذبة كان كل غرضهم تحقيق شهواتهم وأغرضهم الشخصية مش بس النبي خادم الله الإنسان المؤمن المفروض مش بيدور على تحقيق رغباته حتى إن الله نفسه لا يحقق رغبات الإنسان لأن رغبات الإنسان ليست دائما سليمة الله يعطينا احتياجاتنا لأن مرات رغباتنا تدمرنا فعشان كده فيه أنبياء بيكون هدفهم إن هم يحققوا رغباتهم وشهواتهم يفرضوا سلطانهم وسطواتهم على الناس باسم الدين وعايز هنا أكد على فكرة أي شخص عايز سيطر عليك باسم الدين سواء مسيحي سواء مش مسيحي أيا كان الشخص ده عايز تحكم فيك باسم الدين هذا الشخص ليس من الله لأن حتى الله نفسه جدم نفسه لنا كخادم يعني لما نشوف إن الله بيعد الخليقة كاملة أمام الإنسان ويرتب للإنسان كل احتياجاته قبل أن يوجد الإنسان فبنشوف الله هنا بيقدم نفسه مش واحد بيفرض سلطانه عشان يتحكم في الناس لأن ليه كل السلطان أنه يعمل كده لكن بيستخدم سلطانه في الخدمة وده أكدوا الرب يسوع المسيح أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويضع نفسه فيديتان عن كثيرين فعشان كده بنلاقي ناس كتيرة باسم الدين بيتجروا باسم الدين فالمفروض إن إحنا ما نصدقش دول ونسمع كلام الكتاب أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم من هو النبي في المعنى اللغوي أنا هاخد مثلا النبي في المعنى اللغوي وأخد النبي في المعنى الكتابي وبعد كده هاخد بسرعة النبوة النبي في المعنى اللغوي هو المخبر عن الغيب أو المستقبل بإلهام من الله وهو المخبر عن كل ما يتعلق بالله ده المعنى اللغوي في اللغة العربية ده معنى كلمة نبي لو دورنا في المعاجم العربية هنلاقي ده والمعنى ده يقترب من المعنى الكتابي أو جزء من دور النبي في الكتاب المقدس في اللغة العبرية كلمة نبي تعني الشخص الذي يعلن أو يخبر عن الله برسالة إلهية وهو معنى قريب من المعنى العربي استخدم اليونانيون نفس الكلمة التي تصف النبي بأنه المفسر لأقوال الله كمان النبي مش بس هو اللي بيستلم رسالة من الله لكن كمان ممكن يفسر أقوال الله إبراهيم الله دعاه النبي لأنه يصلي لما كان ملك جرار قال له رد امرأة الرجل لأنه يصلي لأجلك فتاحه لأنه نبي فهنا حتى الصلاة نفسها كشخص بيصلي فهنا النبي مش بس هو الشخص اللي بيتنبع عن المستقبل لكن في العهد القديم النبي لنبوات مستقبلية وجد بعد كده في صفر سمويل الأول 9-9 كلمة الرائي لتصف النبي وتعبر عن أن النبي له اتصال فوري مباشر مع الله سابقا في سرائيل هكذا كان يقول الرجل عند الذهاب ليسأل الله هلوم ما نذهب إلى الرائي لأن اليوم كان يدعى سابقا الرائي ده في صمويل الأول 9-9 عبرت الكلمة نبي عن الشخص الذي له الرسالة من الله عن المستقبل أو الشخص الذي يعرف أسرار الله لأن عليه تحل روح الله وهذا المعنى واضح في سفر العدد 11-17 وكمان واضح في علاقة الله بنبي إبراهيم في موضوع سدوم وعمورة لما اتكلم الله أنه مش يخفي عن إبراهيم شيء هو صانعه ثم في تكوين 18-16-17 بيقول ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم مشيا معهم ولو شيعهم فقال ربها الأخفي عن إبراهيم ما أنا فعله النبي هو الشخص الذي يتكلم الله من خلاله سفر العدد وأنا مش هاجر كل الآيات فعموس نفس الحكاية بيأكد عن نفس الفكرة أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء كان النبي في العهد القديم نبواتهم تتمركز حول مجيء المسيح المخلص فيه لحور للرسالة فهنا النبوات كلها مش عن حتى مستقبل مادي ولا حتى عن هنأكل إيه بكرة ونشرب إيه والكلام ده كله اللي هو بيستخدموا العرافة باسم النبوة أو واحد ساحر أو عراف بيقول عن نفسه نبي هو اللي بيعمل كده لكن كانت لوب الرسالة كان فيه مركز وجوهر لرسالة النبي أنه هو يؤكد وعد الله وكأن هنا أصل النبوة هو الله لأن الله هو اللي وعد بالخلاص كل رسائل الأنبياء ونبوات الأنبياء تشير إلى خلال شعب الله من خلال مجيء مسيح المنتظر عشان كده كان فكر الشعب في القديم انتظار المسيح كل النبوات بتتمحور حول هذا المحور وحول هذه الرسالة رسالة المخلص لأن الله أعلن ووعد بالخلاص فكانوا يعظمون ويعلمون ويعلمون عن الخلاص الذي تم في المسيح يسوع وهذا يقودنا إلى المعنى الكتابي لكلمة نبي كان المفهوم السائل في القديم عن النبي أنه الإنسان الذي له الحق أن يتكلم باللسان الله الله يضع الكلام في فم النبي ويعلم النبي ما يتكلم به وبنشوف الكلام ده مع موسى في خروج أربعة إتناشر فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وهنا النبي الحقيقي ليس بيسيب رسالته لأهواء الله الحقيقي ليس بيسيب رسالته لأهواء النبي وشهوات النبي أو أغراض النبي أو ضعفات النبي الله يرافق رسالته ويصاحب رسالته ويحفظ رسالته يعني موسى ما مجاش في مرة وينسي كلام الله لأن الله مع الكلام أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وده النبي الحقيقي النبي يتكلم نيابة عن الله بسلطان الله فهنا النبي كمان مش بيتكلم عن أحداث رد فعل النبي عنده رسالة بيتكلم للشعب أنا الله بسلطان الله وكان كمان بالإضافة لفكرة الخلاص وانتظار المسيح كان دور النبي هو إعلان التوبة وكان دعوة للتوبة والرجوع على الله عشان الناس يرجعوا يكونوا في شاركة مع الله الله دوره مش بينتهي عند حد وضع الكلام في فم النبي لكن الله بيضمن توصيل الرسالة لشعبه وإلا ما يبقاش النبي ده مش نبي لله الحقيقي بعد كده النبوة يعني أنا بس عاوز يعني عشان نركز على النبي في العهد الجديد بتلاحظ عدة شخصيات يعني ذكروا إنه المسيح نبي يعني بعطيك بعض الأمثلة المرأة السامرية قالت ليسوع أرى أنك نبي والمولود أعمى اللي الرب يسوع شفاه سألوه الرؤساء الدين ماذا تقول من حيث أنه فتح عينايك فكان جوابه إنه نبي ونفس الشي لما دخل يسوع أرشليم مكتوب ولما دخل أرشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا أجابت الجمع وقالت هذا يسوع الذي من ناصرة الجليل يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وحتى بعد الصلب يعني تلمذي عمواس كانوا راجعين لبلدهم وبعدين بيتكلموا بهذه العبارة إنسانا نبيا مقتدرا بالأقوال والأفعال وبعدين بيحكوا بصوت أسيف حزين كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل ولدرجة أنه حتى لما تركوا من الصبح يعني كانوا سمعين من النساء عن خبر القيامة فإيه مفهوم الناس في أيام المسيح لما كان بعبروا أن يسوع هو النبي حالتك ذكرت أحداث مهمة جدا جدا وتورينا معنى النبي في ذهن الناس في العهد القديم أول حاجة حضرتك ذكرتها في يحنى أربعة اللي هو السامرية أرى أنك نبي علمني بقى طالما أنت نبي علمني عرفني عرفني العبادة الحقيقية فين والسجود الحقيقي المين ولو إحنا شفنا إن ليه السامرية جالت له أرى أنك نبي أولا يحنى أربعة ده يعني أنا دايما الكتاب المقدس ما فيش حاجة مش مفضلة لي لكن يحنى أربعة بيدينا عمق كتابي رائع جدا جدا لإزاي المسيح بيعلمنا توصيل رسالته للناس أو لو إحنا خدنا يحنى أربعة في الأول قالت له أنت يهودي وأنا امرأة سامرية واليهود ما يعملوش السامريين أنا مش عايزة أشوفك مش عايزة أعرفك وهي كانت عايزة تخفي كل حياتها وهنا خلي بالنا من حاجة مرات كتيرة رفض الشخص لما أرفض شخص مش لأن الشخص ده مش وحش ولأن أنا مش عايزه رفض الشخص عشان أنا عايز أخفي بلاوي جوايا وبلاوي في حياتي صح وأنا بقولي الكلام ده لأنني أنا بوجه الرسالة دي لكل مشاهد اختار ودور على القائد الحقيقي دور على اللي في إيده خلاصك ما تدورش على التدين والمظاهر والشكليات وأنك عايز تخفي لجواك لا طلع لجواك لأننا اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل فهنا كتن المرأة السمرية عايزة تخفي لجواها المسيح لأن المسيح مش محتاج لكن المسيح لأن يهموا النفس البشرية وهنا برضو أنا عايز أوجه رسالة ثانية ناس كتيرة بيتكلموا عن الإنسان هو المركز والمحور والكلام ده كله ما فيش حد أعطى قيمة الإنسان في العالم غير الله في الكتاب المقدس هو اللي أعطى قيمة للإنسان الإنسان الهالك الذي يستحق الموت الله ادى له الخلاص فهنا المسيح رأى قيمة هذه المرأة وطبعا دروس كتيرة جدا أن هو يتكلم مع امرأة ويحترم المرأة ويدي قيمة للمرأة لكن بعد ابتدت تتساءل من هو رجل يهودي العلق أعظم من أبينا يعقوب وابتدت تتدرج في معرفة من هو المسيح لما المسيح قال لها جايت له أعطيني من هذا الماء قال لها ازهابي ودعي زوجك جالت له ليس لي زوج ويمكن لو أنا أو أي حد تاني يقولي شوف الست اللي بتجذب شوف اللي بتعمل اللي عايزة تخفي لكن المسيح ما جالش كده لأن المسيح بيدور بحب على النفس البشرية المسيح لو هو عايز يدين تب تعالي أنت عندك وعندك وعندك لكن المسيح مش عايز يدين المسيح عايز يقود للخلاص حتى تأديبه لنا بيقدبنا كأب لأولاده عشان يرجعنا مش عشان يبعدنا فهنا قال له ازهابي ادعي زوجك فجالت له ليس لي زوج قال له أعارف أنه ملكي زوج لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك لما عرفت أنه هو كشفها وتكشفت جدامه وأصبحت صفحة مقروقة وعلى فكرة حتى في ديانات أخرى حتى في عند إخواتنا المسلمين بيعرفوا أن المسيح يعلم الغيب ويعلم ما يخزنونه في بيوتهم وكل الكلام ده فهنا المسيح هنا لما كشفها قالت له طيب أنا بقى عايز أتعبد بس هنا الجماعة دول بيقولونا في روشليم وإحنا بنقول في هذا الجبل فنسجد فين في جبل جرزيم نسجد في هذا الجبل ولا في روشليم فالمسيح قال المشكلة مش فين نسجد لكن ليمان نسجد ليمان نسجد واكتملت القصة أني مسيح يأتي ومتى جاء يغبرنا بكل شيء فقال له أنا الذي أكلمك وهو فهنا المفهوم اللي تدرج من رجل أعظم من يعقوب نبي للمعرفة الكاملة بالمسيح المسيح مش نبي بمعنى أنه نبي يتنبع عن الغيب لكن هو النبي الموعود به ليأتي ليخلص العالم هو المسيح فعشان كده مرتبطة دايما بعمل الخلاصي مرتبطة دايما بأعمال المسيح التي تفوق كل أعمال الأنبياء في القديم لأنه أعظم من نبي هذا بالنسبة ليوحان أرباح يعني اللي عاوز أقوله أنه كتير مرات من المعترضين بيقولوا أنتوا بتدعوا في شخصية المسيح أكتر من اللازم أنه هو إله فبيجيبوا الآيات والآيات اللي ذكرتها مثلا حتى الناس اللي معاه بتشهد أنه هو نبي ولكن الأغرب في الموضوع ما هو الغرض لهذا الكلام شو السبب أنه بتقول هذا الكلام هل أنت مخلص في بحثك لأنه معظم هذه الآيات إذا بتقرأ يعني بتقرأ ثلاث أربع آيات بعدها بتشوف إعلان المسيح عن نفسه الإعلان الكامل وأنه فعلا الله ظاهر في الجسد فبيختاروا آية لكن مش كل الآيات مش سياق الحديث وهذا طبعا شيء خطأ جدا بيضللوا الناس طب أنت بتخفي إيه وبتدافع عن مين وليه أليس الحق أهم شيء ومش يوم للأيام رح يتواجه الإله الحي الحقيقي فهي الإشكال اللي منواجهها بيخدوا أها ما هو نبي إحنا كمسيحيين نؤمن بوظائف المسيح ولما مندرس اللهوت منقول أنه المسيح شغل يعني وظيفة الملك والكاهن والنبي وهو طبعا يحق أن يكون نبي لأنه تنبأ كمان نتكلم عن أمور قاتية تنبأ عن آلامه عن موته عن صلبه عن قيامته تنبأ عن خراب أرشليم وتنبأ عن أمور كثيرة عن آخر الأيام فهو أعظم يعني هو نبي نعم لكن أعظم من نبي هذا الفكرة اللي حابب أوصل له أنت وصلتها بشكل حلو أن السامريه لما ابتدى أرى أنه كنبي أخذها بالإعلان بالتدرج حتى يعطيها الإعلان الكامل بالضبط حقا سيس وبعدين حتى فكرة المسيح كنبي الفكرة أني أنا بقول أن المسيح مش هو بس نبي هو كمال النبوة نعم ليه؟ لأن النبوة بتطلب نبي ونبوة النبي يتنبأ عن شيء لكن المسيح يتنبأ عن نفسه يتنبأ عن مجيئه يتنبأ عن عمله الكفار على الصليب ألامه وصلبه وقيمته عشان يتمم الخلاص فالمسيح هنا هو كمال النبوة مش بس مش مجرد نبي هو كمال النبوة عشان كده كاتب رسالة العبرانيين بيقول أن النبوة تعلن عن الله وعن طبيعة الله من خلال الأباء والأنبياء الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة قديما هنا الله بيكلم الناس بالأباء والأنبياء عشان يعلن عن الله عن طبيعة الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهنا أصبح الله الذي يعلن للإنسان من خلال الأنبياء أعلن عن نفسه من خلال نفسه لأنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد المسيح هو الله اللي أخد جسد المسيح هو اللي أعلن عن المسيح هو إعلان الله الكامل فعشان كده هو مش بس نبي ده هو النبوة هو كمال النبوة نعم فهي دي الفكرة عشان كده هو أعظم من نبي والفكرة اللي حضرتك ذكرتها في ماتة واحد وعشرين وفي أكتر من موضع عن فكرة في الأول هو الموضوع عن دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم في ماتة واحد وعشرين هنلاقي إنه لما أرسل اتنين عشان يجيبوا الحمار وجحش ابنتان جاله نقوله الراجلة وسألكم جوله الرب محتاج ليه هو عارف اللي يحصل وعارف السؤال اللي يتسأل فهنا الله عارف الأسرار هنا المسيح عارف الأسرار مش بس كده في دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم هما صرخوا صرخة مش مجرد نبي هو المسيح وصنى مبارك الآتي لابن نقود خلصنا هما ينظرون إليه على أنه المخلص المسيح الآتي سمعان الشيخ لما مسك المسيح بين إيديه في الهيكل هو طفل جال الآن اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد رأت خلاصك فهنا الخلاص تم وفي أكتر من موضع الناس المخلصين على فكرة كان فيه في اليهود الناس مش مخلصين كانوا عارفين المسيح وعارفين موصفات المسيح وشارفين إن ده المسيح لكن ابتعدوا عنه لأنهم بيدوروا على مكاسب دينية عايزين يحفظوا لنفسهم بالقيادة الدينية عايزين يتحكموا في الناس عايزين يتجروا في الناس وده نفس اللي بيحصل النهاردة جسيس نزار النهاردة يعني أنا كنت مجرى في شعية أربعين وبشوف إن شعية تسعة وتلاتين لما كان بيتكلم عن دخول شعب يهوزة إلى السابي وبنشوف إن في أيام حزقية كان في نهضة رائعة لكن في أيام منسة اللي جاء بعد كده الملك منسة لما نجرى عن منسة والكتاب بيتكلم عن منسة إن هو عمل كل أنواع الشرور التي لا يمكن أن تتخيل أن هناك شر بعيد عن هذه الشرور حتى أن الكتاب وصفوا أنه أضل الشعب وقاد الشعب لعبادة الأوثان والأصنام عبادة الأمم التي ترادهم الرب من أمامك النهاردة إحنا عندنا ناس معلمين كذبة للأسف وبيعلموا الناس أنهم يبعدوا عن الحق ويبعدوا عن الكتاب وبيعلموا الناس أن الخطيئة مش خطيئة الخطيئة مرض وكل الكلام ده لكن إحنا عايز أقول أن الرسول بطرس اللي هو الرسول اللي عاين المسيح وعاين المجد الأسنى جاء الحاجة رائعة عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت استفعلونا حسنا إن انتبهتم إليها فأنا بصلي من أجل شعب الرب في الكنيس أي تعليم تسمعوا امتحنوا الأرواح لا تصدقوا كل شيء أمين أمين طيب جسيس إحنا نأخذ فاصل قصير لأن عاوز أدخل صلب الموضوع لكن إذا الموضوع أثار تساؤل في ذهنك كون مخلص يعني ابعت أسئلتك بإخلاص لأنك أنت عاوز تعرف مش لأنه عاوز تدافع أو عاوز اتهاجم لكن اسأل وهذا منحقق إذا في شيء مش واضح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة 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 القس ثابت مجلي أهلا وسهلا قسيسنا ثابت ربنا يباركك ويبارك خدمتك طبعا نحن ممكن نحكي في كل نقطة لفترة طويلة لكن عاوز أدخل حتى المشاهد يدرك شو الامتحان كيف نميز شو المقارنة بين النبي الحقيقي أو النبي الكذاب وتفضل خد رحتك أنا في الأول هاخد حاجة صغيرة عن مصادر النبوة لأن النبي بيأخذ من حد بيأخذ من المصدر فيه المصدر الأول للنبوة هو الله الحقيقي وطبعا لو المصدر ده هو المصدر بتاع النبي يبقى النبي ده نبي حقيقي مش نبي كذاب هنلاقي أن النبي الحقيقي لابد أن يتأكد يتأكد من من الذي كلمه يبقى عارف وبنشوف الكلام ده موجود في خروج تلاتة لما الله ظهر لموسى في العليقة ورغم من المشهد العجيب والرائع وبينادي موسى وبيكلم موسى لكن موسى كان مصرش أن يعرف أنت مين مين اسمك على الناحية التانية بيلاجي النبي بيروح ويقول للناس أنا جاي لكم برسالة بس مش عارف الرسالة من الله ولا من الشيطان مه فهنا أنت نفسك لو أنا جسيس نظار جاي أقول لك أنا عندي رسالة لك بس أنا مش عارف الرسالة دي من ربنا ولا من الشيطان أنا من نفسي مش عارف أنا اللي جاي بالرسالة مش عارف أنت هتصدقني إزاي فأنا عايز بس حتى نستخدم جزء من المنطق في الكلام فلكن أنا عندي نبي تأكد من الذي كلمه هو الله وده موسى أو خروش ثلاثة مش هتكلم كتير في النقطة دي لكن أنا لاجي خروش ثلاثة يشوع واحد أرمية واحد كل نبي الله هو اللي بيكلمه وبيتأكد أن الله اللي كلمه وأن الله معه سموئيل الأول تسعة تسعة سموئيل الثاني 24 11 كل ده بيؤكد أن المصدر اللي يأكد من النبي الحقيقي من النبي الكذاب إذا كان النبي الحقيقي متأكد أن رسالته من الله لو أنت كنبي جاي اللي تقول أنك مش متأكد من رسالتك عايزي أنا لأكدها لك فهسدقك إزاي المصدر الثاني هو الشيطان ما هو يلا يا الشيطان ما فيش حاجة غير بين الاتنين في ناس دلوقتي بتحاول تشوف ألوان مختلفة بين اللونين الأسود والأبيض لكن هنا احنا ما عندناش غير مصدرين يا إما مصدر إلهي يا إما مصدر شيطاني يستخدم الشيطان أدوات كثيرة منها وأخطرها الأنبياء الكذبة الذين يضللون الناس وفي هذه الحالة الأنبياء يكونون أداة في يد ذلك المضل لكن السؤال هل يوجد نمازج لأنبياء كانوا أداة في يد الشيطان؟ هللاقي مثلا أنبياء أنا حطتها باللغة دي أنبياء وسوس الشيطان في صدورهم بنبوات شيطانية ده حاجات في الكتاب ملوك الأول 22-11-24 كان الشيطان قد دخل كروح كذب في أفواء الأنبياء الذين يشيرون على أخاب الملك يبقى هنا الشيطان وسوس احنا عندنا الكتاب وهو الشيطان بوسوس بس بوسوس لمن؟ للأنبياء الكذبة لكي يضل الملك إذ ينصحونه أن يحارب رموت جلعاد لأنه سينتصر بينما هذه الحرب لهلاكه ونشوف أن ده حصل فعلا والحرب كانت هلاك وتنبأ له صدقية ابن كانعنا بهذا الانتصار في ملوك الأول 22-11 فهنا ده نبي بيتنبأ عشان يرضي الملك وهنا الشيطان هو مصدر الوحي فلما يكون الشيطان مصدر الوحي استحاله يكون النبي ده نبي حقيقي أو نبي من الله المصدر التالت هو المنفعة الشخصية المنفعة الشخصية على فكرة حتى الرسول بطرس وهو بيتكلم في بطرس الأولى خمسة عن رعاية الشعب كان رعاية مش بيتكلم عن نبو لكن كان بيتكلم عن رعاية الشعب قول أطلب إلى الشيوخ أنا الشيخ رفيقهم ارعوا رعية الله وبعد كده بيؤكد لا لربح قبيح بل بنشاط والربح كمان مش المال الربح ممكن يكون السلطة يعني ممكن الناس تدفع مال بس عايزة تبقى في السلطة يكون الحاكم بأمره فده الربح دايما مش هو مال فعشان كده العنصر ده المنفع الشخصية أنبياء تنبؤوا لأجل المال أنبياء تنبؤوا لأجل إرضاء الملوك ولو احنا خدنا رحلة في فكرة الملوك في دور الأنبياء والملوك هنلاقي أن الدور ده تطور من أن كان النبي هو الحاكم زي موسى هو اللي كان بيقود الشعب زي يشوع إلى أن أصبح الأنبياء أصدقاء للملوك وبعد كده أصبح الملوك أعداء للأنبياء لأن الأنبياء بيقول لهم كلام الحق الأنبياء الحقين والملوك رفضين فعشان كده الملوك بيدوروا على أنبياء كذبة يرضوهم لمنفعة شخصية وانت يعني تحكي خطرت في بالي آيتين من بطرس التانية لصاحة التانية من الآية الأولى ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وبعدين بقول في آية ثلاثة وهم في الطمع يعني التأكيد لكلامك وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس رائع جسيس أنا حاطت الآية دي لأنها آية رائعة بتأكد الكلام ده وشكرا لتأكيدك وشكرا لمحبتك فهنا بنشوف أن الفكرة الأساسية أن دول مصادر للنبوة فأنت بتعرف أن النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب من مصدر النبوة بتاعته وبتكلم بكلام الله كلامه بيتطفق مع طبيعة الله ولا بيتكلم بكلمات شيطانية ولا بيتكلم بعرافة ولا بيتكلم بلني في حاجة كمان الله ما بيغياش رأيه الله ما بيقوليش حاجة وينقودها تاني يوم أو يلغيها تاني يوم لأن الله فاعل مش رد فعل وثابت بالزبت لا يتغير احنا مرات كتيرة بنعبد إلى زي البوليس العربي يعني البوليس العربي رد فعل لما تحصل حدثة يجري لكن البلاد الغربي بيحطوا قوانين للحاجات عشان تمش عليها على فكرة البشر واحد في كل مكان بس الفكرة اللي بيلتزم بالقانون واللي ما بيلتزمش بالقانون أو القانون أو اللا قانون فهنا بنشوف أن الله هو الفاعل فمصدر النبوة بيتكلم عن بيأكد لي يا ترى النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب أنا مش هتكلم يعني أنا بحاول أجري كمان عشان الوقت نعرف الوقت بيجري فبنشوف النبوة اللي مصدرها الله شفنا وتكلمنا عنها أني صمويل الأول تسعة تسعة المعنى الكتابي حتى الكلمة نبوة هو إعلان من الله لأولادي عن مقصدي من ناحهم وإحنا قلنا أن قصد الله هو الخلاص فبنشوف الكلام ده النبوة في الكتاب المقدسة مش هتكلم عن ده لأنه يجري على مواصفات صفات النبي في العهد القديم أو مواصفات النبي الحقيقي أولاً النبي الحقيقي ما دعو من الله ولا يعلن نبواته من نفسه ما بيتكلمش من نفسه إحنا لو خدنا حتى تسنية 18 هنلاقي بيتكلم عن النبي الحقيقي والنبي الكذاب لكن أنا هقول لهم في نقاط سريعة ولو في وقت ممكن نجف عند أي نقطة حضرتك تحب نجف فيها يتكلم بكلام الله ولا يتكلم من نفسه يوصل لرسالة الله كما هي بغض النظر عن رد فعل الشعب هو مش اللي جال عنه الكتاب وحذرنا منه الكتاب لأنه يأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح فيقومون لأنفسهم معلمين مستحكة ما سمعهم فيصرفون الناس عن الحق فهنا ده اللي مش النابي الحقيقي ده النابي الكذاب أو المعلم الكذاب يعني في نفس القصة اللي ذكرتها في الأنبياء في العهد القديم اللي كان عليهم روح غي روح ضلال وتكلموا حتى يرضوا الملك ويسمع الكلام اللي بيرضيه بس كان فيه رجل الله الملك الثاني يهو شفاط سأل هل فيه بعد يعني كمان نبي قال له فيه ميخة آه فيه واحد بس مش على هواي هذا لا بحبه ولا بحبني سجنه آه فقال لا طب خلينا نسمع كلامه وبعدين أجا ميخة وتكلم أنه رح يقتل أخاب وبيته وكذا بس شو كان تحدي إنه بوي قال حطوه طعموه خبز الضيق لحد ما أرجع شو كان الجواب قال له لو رجعت للملك أخاب شوف اللي بيتكلم هكذا يقول الرب لو رجعت الرب ما تكلم فيه وفعلا مات أخاب بزرط وحطوه في السين عشان لأنه قال تكلم أخاب قال له هذا يعني شوك في ودي حاجة في 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 تسنية 18 لما بتكلم عن النبي والنبي الحقيقي والنبي الكذاب النبي الكذاب اللي هو بيقول إنه هو متتحققش فعشان كده ميخة بيرجع لتسنية 18 بيعتمد على حقيق إنه هو نبي الله الحقيقي معتمدا على المواصفات اللي في تسنية 18 لو في وقت نرجع لها بس هاخدهم في نقاط بسرعة يرد الله ولا يرد البشر لا ينسى شريعة الله مش ممكن ينسى شريعة الله حتى لما يغلط وخلي بالنا من نحامية نحامية لما كانوا في السابي وجاء سمع إن صور روشاليم منهادم وشعب الله ورشاليم فعار نحامية قال إيه أذكر الوصايا التي أمرت بها موسى عبدك أنا مش ناسي أنت مش أنت مش بتعمل حاجة ما قلتش عليها فبيؤكد الوصايا فعشان كده النبي حتى لو بينسى حتى لتبرد نفسه لا النبي الحقيقي لا ينسى وصايا الله ولا شريعة الله يقود يكون قدوة للشعب في تنفيذ وصايا الله وهجف عند الحكاية دي جسيس نظار النبي ليس في حل من شرائع الله لو كان في حل من شرائع الله ما بقاش نبي النبي ما بياخدش حاجة زيادة عن نفسه زيادة لنفسه هو جزء من مخطط الله الأنبياء في كل الكتاب المقدس بيصيروا بتناغم بتناسق بنسجام وكل الأنبياء محور إرساليتها رسالتها شخص المسيح فلاحظ ما حد طلع عن الخط ولو حد طلع عن قانون الله نموس الله ولو حد ارتفع فوق الشريعة يقول ما أنا نبي أنا بحق إلي أكتر من الناس التانين لما هارون غلط واستجاب لرغبات الشعب وعمل العجل وهارون على الفكر كان من النوع شوية اللي تحس انه هو بيحاول يبقى دبلوماسي حاول يصعبها على الشعب يقول لهم بتا بدون الدهب بتاعكم وعمل لكم عيش لفكر ان الشعب يعني مش هيددوله الدهب لكن الشعب يعني يدفع دم جلبه زي ما بيقول باللغة المصرية عشان يؤكد الخرافة بتاعته وعشان يمشي وراء ضليل فهنا دفعوا الدهب وكان هارون في موقف لا يحسد عليه لما جاء موسى عمل ايه كسر الشريعة كسر الشريعة معناه بيقول لهم أنتوا باليوم كسرتم شريعة الله قالت تقول لا تصنع لك تمثالا من حوتا ولا صورة ما فهنا النبي بينفذ الشريعة هارون مش في حل من شريعة الله ولا موسى ولا هو فوق الشريعة ولا هو فوق الشريعة بالعكس هو هو قدوة للشعب في تنفيذ الشريعة يعني بحب الآية اللي بتقول عن يسوع المسيح يعني ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله الكيفية ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس يعني المسيح لم يأتي لينقض بل يكمل وفعلا حتى يسوع بكل كماله تبع الشريعة بالكامل هو صانع الشريعة التزم بها هو وضع الشريعة التزم بها لكن أي نبي يجي يقول لي أنا في حل من شريعة الله أو في حاجات حلالية وحرام على غير إذا كان في حاجات محرام وحلال يبقى هذا مش نبي استحال يكون نبي من الله على الإطلاق ده نبي لأنه كسر وسيط الله كسر وسيط الله ودايما بيعمل شهواته ودايما بيقلي نفسه أحسن من الناس لكن النبي في الكتاب المقدس هو خادم للناس ليقود الناس لله واو كلمة خطيرة جدا يعني تذكرت هارون خلينا أذكر موسى يعني موسى يعتبر واحد من في العهد القديم وتصور لأنه يعني ضرب الصخرة مش كلم الصخرة واعتذر واعترف وتاب وحاول قال له الرب أنت لم تقدسني يعني الفكرة أنت ما ما مجتني شوف حتى ما سمح له مع أنه أخرج كل الشعب من أرض العبودية من أرض مصر ما سمح له يدخل هو أرض كنعان لأنه النبي أنت نموزش في تنفيذ وصايا الله مش في حل من شراء الله خطير فهنا أي نبي إذا كنت أنت بتتبع نبي في حل من شراء الله ده بيضحك عليك ده كداب ومخادع ومضل وبيضحك عليك بيستغلك ينادي بالتوبة والرجوع على الله وده اللوب بالرسالة بتاعته أنه هو يتكلم عن الخلاص بالمسيح اللي جاي لكن في الوقت الحالي ينادي للشعب أن يرجع لله وعلى فكرة فكرة خروج الشعب من عشان يكون الله هو المعبوت الوحيد في أرض كنعان عشان كده مسامح لهمش للإقتلاط بشعوب كنعان عشان يكونوا في شركة مع الله وفي دايما علاقة شركة مستمرة مع الله يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى البشر عندما يريد أن يعرف شيئا يعني لو النبي عايز يعرف حاجة ما روحش فلان وفلان وفلان ويسأله لكن بيلجأ إلى الله بيسأل الله وأكتر من موقف إحنا بيتكلم عن موسى أكتر من موقف لما يتزمر الشعب موسى بيأخد الشك ويروح لمين بيروح لله والله بيدي له الحل يرجع بالحل للشعب من الله متأكد أن الله هو الذي أرسله يتنبأ بنبوات يتم تحقيقها في عصره يعني النبي لما يتنبأ بنبوة تتحقق في عصره لو ما تحققش في عصره ما يبقاش نبي حقيقي يبقى نبي كذب مواصفات النبي الكاذب يعلن نبواته من نفسه ده بيتنبأ من ذاته من نفسه أو مصدره والشيطان لا يعرف من أرسله أو كلمه لأنه ما فيش حد أرسله أو كلمه إلا الشيطان هو أداة في يد الشيطان يستغل الناس في خدمة أغراضه وشهواته يتكلم من نفسه ليس عنده رسالة بل كلامه متناقط يرضي البشر ولا يرضي الله ينسى كلام الله ويغير في أحكام الله يغير في شراء الله يحلل لنفسه ما يحرمه على الشعب يلجأ إلى الناس لمعرفة حل مشاكله الشخصية ليس له نبوات لا يتكلم بكلام الله بل يصف الله بأوصاف تنطبق على الشيطان أكثر من انطباقة على الله لأنه هدفه أن يضل الشعب الأنبياء الكذبة أنا عندي أكثر من شاهد لو فيه وقت ناخد شواهد بتؤكد على الأنبياء الكذبة يتنبأ بالكذبة عندنا أرمية أربعة عدد تلتاشر لتنين وعشرين مش هجرها كلها أقرب بعض الحاجات فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء بإسمي بيستخدم اسم الله لكن بيتنبأ بالكذب لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤية كذبة وعرافة وباطل ومقرق قلوبهم هم يتنبؤون لكم لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون بإسمي وأنا لم أرسلهم وهم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء لأنهم مما بينادوا بسلام زائف بينادوا بتغدير الشعب بتضليل الشعب بذل ما ينادوا للشعب بالرجوع والتوبة يتنبأ حسب شهوات وأغراض الناس اللي هي برضو بترجع مع الكلام اللي موجود في تمام الساوية الأولى أربعة مستحكة ما سمعهم يقومون لأنفسهم معلمين هنا حتى الأنبياء بيعملوا كده ميخا 2 6 11 يتنبؤون قالين لا تتنبؤوا لا يتنبؤون عن هذه الأمور لا يزول العار أيها المسمى بيت عقوب هل قصرت روح الرب هذه أفعال أليست أقوال صالحة نحو من يسلك بالاستقامة ولكن بالأمس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من المجتزئين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال تطلون نساء شعبي من بيت تناعمهن تأخذون عن أطفالهن دينتي إلى الأبد قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه الراحة من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا اتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب يعني الشعب عايزين حد يتنبأ لهم عن الاحتياجات بتاعتهم عن الخمر والمسكر حياته هو الشعوات بتاعت الشعب الوعود الكاذبة والانتصارات الكاذبة والوعود سواء في هذه الحياة أو في الحياة الآخرة يعني كأنه بيّع كلام بحيث أنه محفز لاجتذاب طبعا الناس اللي اللي فعلا يعني مش عم تؤمن الإيمان الحقيقي وطبعا الآية حضرتك ذكرتها بطرسة تانية واحد من واحد الاتنين وعشرين بطرسة تانية بتتكلم عن كل دول بالضبط فهنا بنشوف أني النبوات دي الأنبياء الكاذبة نقدر نلخص أني النابي الكاذب مصدر نبوته جاي من الشيطان أو من الشهوات أو محاولة إرضاء الناس لربح قبيح طيب أنا عاوز يعني نكمل في فكرة يعني لأنه الكتاب يتكلم عن الثمر من ثمارهم تعرفونهم بس أنا حابب أخد مكالمة من الأخت فريال الأخت فريال أخت فريال أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى الأخت فريال أهلا وسهلا فيك أوكي طيب لكي نستكمل الموضوع يعني واحدة من الأشياء اللي مهمة جدا الرب مش بس حذرنا لكن أعطانا إنه هاو كيف نفحص ونمتحن هاي الناس واحدة طبعا في تاثنية 18 أنت تكلمت أنه النبوة التي لا تتم يعني واحد بيجي بيحكي بيحكي شو الامتحان لازم تتم يسوع في العاد الجديد وسع الفكرة أكتر يقول من ثمارهم تعرفونهم وهاي نقطة كتير كتير مهمة نقطة مهمة لكن خليني كمان أخذ بس حاجة بسرعة في العاد القديم رمية 23 من 49 بيحط مجموعة من النبوات والأحكام على الأنبياء الكذبة وأنا هقول لهم بسرعة كنقاط من عدد 9 إلى 12 بيدينهم بسبب زناهم من عدد 13 إلى 15 بسبب إنهم كذبة من النبوة الثالثة لم يتكلم النبوة الرابعة عليهم يتكلمون على أحلامهم أحلامهم الخاصة النبوة الخامسة يطلبون وحي الرب بأفواهم لا بقلوبهم من عدد 33 لعدد 40 وهنا ده إزاي الكتاب بيدين والكتاب المقدس يتنبع على هؤلاء الأنبياء الكذبة الجزء لحضرك ذكرته عن الصمر الصمر المسيح يتكلم عن ده وهو يتكلم عن ده حذرنا من الأنبياء الكذبة واتكلم أنه من انتبارهم تعرفون ما يشتنون من الشوكع من الشوكعين أو من الحسك كتير فهنا بيتكلم عن مجموعة مش ناس أشرار لكن ناس ادعوا أنهم أبرار لأنه هنا بيقول الناس دول هيجوا يقولوا المسيح إيه أليس بإسمك تنبأنا بإسمك أخرجنا شواطين بإسمك صنعنا قوات حين أذن أصرح لا أعرف اذهبوا عني يا جميع فعيل لا أعرفكم فهنا بيتكلم عن ناس خدت شكل الأنبياء الحقيقيين أو المعلمين الحقيقيين لكنهم في الأصل الأنبياء كذبة فهنا الثمار إيه هي الثمار اللي أنا أقدر أقول إن النبي ده فعلا النبي حقيقي لله الكتاب المقدس وضع نموذج رائع لثمرة رائعة أتمنى إن كلنا وأنا بصلي إن أقدر أقدر أنفس دي مرات كتيرة جسيس نظار أمش عايز أقول المكانة مش عايز أقول المنصب أو المكانة لأن الخدمة مفيهاش منصب ولا مكانة لأن مرات إحنا بناخد الخدمة كمناصب أو مكانة معينة ومرات إن الناس لو إحنا سمحنا للشعب إن يدينا المكانة دي أو المنصب ده إحنا بنبعد عن روح الخدمة الحقيقية لأن المسيح حذر من ده في متى عشرين لما أم ابنائي زبدي جات وجلت له قل أن يجلس ابنائي هدان الواحد عن اليمين والآخر عن يصار في ملكوتك على فكرة المسيح ما جاوبش على أم ابنائي زبدي وجه كلامه ليعقوب يحنى مباشرة لأنه كأنه عايز يقول ده ملوش علاقة بالملكوتي ده ملوش علاقة بالخدمة فعشان كده ابتدى يوجه ليعقوب عن هل تستطيع أن تتحمل الألم هل تستطيعان أن تحمل الألم هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها وأن تستبغى بالصبغة التي أستبغى بها أنا فجلوا أن أستطيع لأما كأسي فتشربها أنا هو الصبغة التي أستبغ بها أنا تستبغان أما الجلوس عن اليمين أو اليسار ليس لي أن أعطيه لأحد وابتدى يوجههم لأن التلاميذ ابتدوا يشوفوا فكرة الغيرة ودي حاجة بشرية العشرة اختازوا فوجه المسيح الرسالة الحقيقية ورؤساء الأمم يسدونهم وعلى فكرة الترميز دول يهود كلمة الأمم دي كلمة صعبة يعني احنا بنا خدها كده لأن احنا أمم بس احنا بجينا أولاد الله رؤساء الأمم يعني عايزوا يقولهم عارفين يعني ايه ده الرؤساء الأمم يعني الناس اللي بعيد عن الله الناس الأشرار يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما وابتدى يحط نفسه كمثال وينا بنشوف بجا النابل حقيقي كمال النبوة شخص ربا يضع نفسه مثال للخادم فهنا ثمرة من الثمار أي نوع من التكبر أي نوع من الفكر أن أنا عندي منصب ولا مكانة ولا أنا مشهور ولا مش مشهور ده فكر بعيد كل البعد عن الكتاب إحنا مدعوين أن إحنا نخدم بمعنى كلمة خدمة فالمسيح جاء كخادم والخدمة خلته يبزل نفسه وهو المسيح نفسه ابتدى يفرق بين ثلاث أنواع من القادة الأجير والصارق واللس والراعي الصالح الصارق ده معروف وواضح لا يأتي إلا اليسرق أنا بالنسبة لي أسواقهم الأجير لأنه في وقت الخطر بعد ما انتفع من القطيع يرزق بمقبلا ويحرب ما مجيش خادم أما الراعي الصالح فيبزل نفسه عن الخراف فأنا بقول أني ثمار كتير الكتاب المقادس تتكلم عن ثمر الروح وتكلم عن حاجات كتيرة لكن أنا بشوف أني مرات كتيرة بننسى من كتر ما إحنا حوالينا الناس ومن كتر الناس الناس بيقدرونا إحنا مرات كتيرة بننسى أن إحنا خدام جايين عشان نخدم لأن فكرة أن أنا أخدم دي مكانة عظيمة جدا جدا لما نوصلها نبقى إحنا نتمثل بالرب يسوع المسيح فده واحدة من السمار عشان كده النبي أو الخادم لا يتصلت لكنه يخدم ودي واحدة من السمار جسيس يعني إحنا يمكن جدامنا شيء ثلاث أربع دقائق بالكتير يعني أنت حطيت الشرح وحطيت بعض المميزات في الرسالة الأخيرة الناس اللي بتقول أوك أنا عاوز أعرف يعني من الآخر كيف أعرف النبي الكذاب والكتاب اللي حذرني منه وإيش أعمل حتى أكون أنا في المكان الصحيح واحد من الحاجة المهمة جدا جدا أنا أخذها بزبط جدا لو أنا عايز أمشي مع واحد رايح مشوارش رايح مكان معين همشي مع اللي عارف الطريق ولا اللي مش عارف الطريق وتأيها ناس كتيرة وديانات كتيرة عايشين ويدي لك مبادئ وأخلاقيات أو حتى لا أخلاقيات لكنه مش عارف بعد الموت هتروح فين هو نفسه مش عارف رسل 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 لديانات مختلفة مش عارفين هيروحوا فين بعد الموت لكن أنا معايا النبي الحقيقي كمال النبوة المخلص الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح جال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أمين فهنا أنا معايا اللي عارف الطريق مش بس اللي عارف الطريق ده هو الطريق وما فيش طريق غيره هو اللي بيعلن عن الله هو الله الظاهر في الجسد هو كمال الإعلان وكمال النبوة هو اللي تمم الخلاص فأنا يا طرى عايز لو عايز أخدع نفسي أدور على طرق مختلفة لكن أنا معايا اللي عارف الطريق اللي جال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أنا مش بتكلم عن ديانة معينة لكن أنا بتكلم عن لو أنت عايز خلاصك مفيش غير طريق واحد للخلاص من خلال شخص ربنا يسوع المسيح الشخص الصادق الأمين اللي كل جاله التم والناس لما شفوه ودي حتة برضو لحاجة سيس يمكن في الحوار حضرك زكرت أكتر من شاهد لكن من ضمن متى 21 إن ما حصلش الكلام ده قبل كده والمولود أعمى منذ الظاهر لم يسمع أن أحد فتح عيني أعمى واحد خلق عيون جديدة فهنا المسيح كمان قدرته مش بس مجرد نبي يتنبأ لكن هو كمال النبوة هو الطريق الوحيد للخلاص فأنا بصلي أنك أنت تكون مع المسيح تؤمن بالمسيح تيجي للمسيح عشان هو الوحيد اللي هيوصلك للسماء وما فيش غيره شكرا جزيلا قسيس موضوع كبير وطويل لكن رب يعطينا فرص أخرى حتى نبلور أكتر على هذا الموضوع ربنا يباركك ويبارك خدمتك أحبائي في الختام عاوز أشجع كل شخص إذا عندك أي مداخلي أي استفسار نحب نسمع منك لكن عاوز أقول شيء مهم بحسب الكتاب المقدس بحسب كلمة الله أي نبي لازم يجي لازم فعلا يمشي بتناغم مع الوحي الكتابي شيء ثاني الثمر لازم يكون واضح وأهم شيء في كل الموضوع أن لا يقلل من أهمية المسيح بل يمجد المسيح أي نبي لا يمجد المسيح فإذن هو نبي كاذب غير صادق بصلي أنه رب يفتح عينيك ويفتح قلبك وبصلي في اسم الرب يسوع الرب يعطيك هذه البصيرة الروحية حتى تدرك أهمية وخطورة هذا الموضوع وطبعا يعني كل الكتاب عم بعلمنا أنه نمجد الرب يسوع إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة